أيهم أخضر السكر أم الدهون وهل حقا أن الدهون بهذه الخطورة أم تم خداعنا وهل هناك علاقة لشركات صناعة السكر في الجهل العام حول السكريات وهل بالفعل هذه المسألة حقيقية وكيف هي حقيقة تصلب الشرائل وشونا نحلها ترقبوا الفيديو الأسبوع القادم من هذا الفيديو رح يكون هدية لمتابعيني على صفحتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب الحمد لله وصلت لـ 17 ألف سبسكرايب وتقريبا وصلت لي نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب أشكرهم جدا على دعمهم إلي طبعا أيضا في صباحتي على الفيسبوك أشكرهم أيضا لكل من دعمني ولو بأي تعليق بسيط شكرا لكم هذا رح يكون الفيديو هدية لكم وأيضا رح يكون موضوع شيق الكل رح يستفاد من عنده وبيه معلومات طبية عميقة رح تفيد الكل ترقبوا يلا سلام عليكم